السلام عليكم اخواني متابعي قناة شروحات بالعربي معكم اخوكم زكريا من سوريا اخواني اليوم بدنا نشرح عن المقاومة في كرت الغسالي التوماتيك برجع بعيد وبذكر في هالموضوع الاكترونيات نقسم الى قسمين قسم ممصلحين يعني انت بتاخد مضمونك من هلقة طاحي ضمن التصليح طريقة قياسة فقط يعني طريقة قياسة انها شغالة او عاطلة والقسم الثاني هو قسم تصميم واختراع ندخل بالمفيد اخواني متل ما انتوا شايفين هاي اشكال المقاومات عنا انواعهم اخواني فيلميات سلكيات كربونيات نعم اخواني هاي بالنسبة لشكلهم الداخلي هاي شكل الفلمية وهون سلك ملفوف وهي الكربونية يعني لحنة ما بنا ندخل فيه تصنيعهم يعني منشان ما نطويل الفيديو كتير الغاية منا اخواني متل ما نكون شايفين هم غاية المقاومة في كل اللوحات الاكترونية هي تخفيف الجهد يعني خلينا نفترض هون ميتين وعشرين طيب هذا اللد بياخد مثلا ثلاثة فولت اذا اعطيته ميتين وعشرين راح يحترق تحط له مقاومة بتخفف عليه الجهد بصير بيصلى عنده له راح يصلى عنده ثلاثة فولت حسب قيمة المقاومة في معادلات انت بتحسين بتتابعه في معادلات يعني بتتعمق في المقاومة اكتر من هيك بالقوانين تبعه راح تفهمها اما انا بالنسبة لي برأي الشخصية لأي انسان مبتدئ هاي المعلومات بتكفيه نفس الالوان بتجيب اذا شفتها عاطلة نفس الالوان بتجيب نفس الحجب وانتهى الموضوع وشوي شوي بتتابع دروس لحن ما بنى الفيديوهات تكون طويلة ومملة ولكن هاي بالمختصر يعني المقاومة الغاية منها تخفيف الجهد نعم اخواني جينا على طاولة الصيانة بالنسبة لقياس المقاومة قياس المقاومة على مؤشر الاون اخواني بالنسبة للمقاومة متل ما انها الغاية منها تخفيض الجهد الى طريقة قياس قياسها بيكون على اشارة المقاومة هذا شكل العادي اخواني ولكن السطحيات لحن ما حكينا عنهم اخواني السطحيات بيكون لونهم اسود عليهم ارقام بيجي عليهم ارقام صفرية هي بتكون فيوزية وبيجي عليهم مثل هدول اربع ارقام وفيه ثلاثة مثل هذيك الصغيرة التحت هدول اجماليا هنه شكل المقاومات السطحيات طريقة القياس الصفرية بتعطي صفير اما الارقام الثلاثة والاربعة بتعطي قياس اولا نهاية يعني كلياتهم عن طريق البارامج بقولولك هنه قيمتها نحن المهم عنا كفنية صيانة مبتدئية لازم نعرفش طريقة قياسه هي ماله غير قياس واحد اما بتكون مقطوعة او موصلة طيلة ما هي موصلة فهي شغالة ما بنا ندخل بالقوانين والقوانين المقاومة هاي موضوع كبير كتير كتير بالنسبة لنا كفنية صيانة مبتدئية بكفينا نعرف طريقة قياسه هلا رايحين نتعلم طريقة قياسه برجع بعيد وبزيد اخواني بالنسبة لنا احنا كم صلحين خلو خليك انت كم صلح مبتدئ خوض الشي اللي انت بساعدك بالمهنة اما اذا كان بدك تصير مصمم هدا فيديوهات هاي ما بتلزمك بدك فيديوهات للاساسية الكبار اللي عبتشرح لك المقاومة بست سبع فيديوهات كل فيديو بطويل نص ساعة او ساعة لحني بالمختصر المفيد رح نشرح بس طريقة قياسه بطقيس هالمقاومة شغالة او مو شغالة اخد مني النصيحة انت مانخ مصمم انت مكش طيل نحنا التصليح تصليح خلونا نشوف هاي المقاومة ازا شغالة رح تعطينا قيمة بالاوم هاي شغالة عطتنا قيمة بالاوم شغالة عطتنا ميتين اه ميتين كيلو شايفين هاي مقاومة هاي بحالة ما كانت محروقة او عاطلة ما رح تعطيك قياس تعطيك لا نهاية طيب بالنسبة للسطحيات هاي عطتني واحد كيلو 973 اوم هدول كلهم شغالات المقاومة اما تكون قاطعة او اوم وصلي رح تعطي الافو من هالطرف والافو من هالطرف رح يعطيك قراءة يعني مثل هاي خلينا هيك نصوره بتطلي عليها بتطلي على قيمته هلا هون عنا واحد صفر ثلاثة الواحد والصفر نتركونا على حاله وهي ثلاثة صفار بطلع معناه عشرة كيلو هاي لازم نريسة تطلع عشرة كيلو هدا بالنسبة للمقاومة يعني اقصر شرح لقلاء بتفيدك كفني صياني مبتدئ لكن نعليك التابع مع الاخوة الاساسي اللي عب بشرعوه على المقاومة ولكن يعني من اجل ما ترتعب من موضوع الصياني هي قياسة اما موصلة اما قاطعة سبع دقائق هدا اقصر شرح بدك شرح اطول في كتير من الاخوة شرحين نص ساعة بستعبعه مشان تستفيد الاخوة بقولولي عجل هاي شرح المقاومة و بالاخير السلام عليكم ورحمة الله